علاقة الصحة النفسية بالرياضة تسعى إدارة التوعية بمجمع إدارة للصحة النفسية إلى خطوات توعوية جديدة في تنويع وسائل التوعية وتحفيز المجتمع خصوصا على رياضة المشي تحديات العمل على تغيير مفهومنا عن التوعية التقليدية رح تكون معنا في هذا الخبر أستاذة سميرة الغامدي عبر الهاتف مساء الخير أستاذة سميرة مثلا نور يسعد مساكي ومثل جميع بداية الصورة الذهنية عن الصحة النفسية قاعد تتغير رياضة المشي وصحة نفسية إيش الموضوع وإن الرابط الرابط على الصحة النفسية هي التكيف مع الحياة تتغيري على الصحة النفسية وكيف تتعامل مع الضغوط والتوترات اللي حولينك الحكاية مش فلتحب الدوة تأخذية كيف تتمرني على أني تتعامل مع هذه الضغوط المشي هي أحد المبادرات اللي أطلقتها وزارة الصحة من أجل تغيير ومحافظة على الصحة بالصحة بالصحة عامة والصحة النفسية بالصحة خاصة السنة المبادرات أنا إسمها تقدر تمشي 8000 خطوة صحيح أمشي 30 اللي هي نصف ساعة فإحنا نفسها نفسية حبينا نخرج من النطاقة التقليد لأنه مثلك نتكلم عن ضغوط الحياة ثم نتوجه للقطاعات وبنقول لهم أنه المشي مش بس ينزل لك وزنك يحسن لك مزاجك يخفف التوسر يخليك تفكر بشكل أفضل يخليك تركز بشكل أفضل واحدة من الأنشطة اللي سويناها نزلنا المدارس صار المدارس عندهم ممشى من كل المعلمات أو كل يوم البنات نزلوا مش يوم ما بين الحصة هذا بيساعدهم إنهم يصيروا رفرش وبيركزوا أكثر كمان أثناء الحسس الدراسية طب كيف كل الناس ممكن تشارك معكم اليوم في هذه الحملات التوعوية الجميلة في أبليكيشن يا سلام في أبليكيشن موجود أنت عارفة الآن كثير إحنا بنشتغل تقنياً على الأبليكيشن في أبليكيشن في باركود اسمه صحتي اسم الأبليكيشن أي أحد ينزلوا على جواله ويبدأ كل يوم وأنا بقول لهم أنت مو لازم تسير أخرج أنت تمشي على ممشا أنت أحسب خطواتك طول اليوم كيف تحركتي قعدتي على مكتبك نصف ساعة ومشيتي خمسة دقائق كل المستشفيات كل الأماكن الآن فيها مسارات ماشي ماشي في السوق أنا أقول لسيدات بزيادة سيارتك بدل ما توقفيها قدام باب المول وقفيها بعيد شوية أو مقدام باب مكتبك أو قدام باب البس بعيد شوية وأمشي كم خطوة والرجال كمان نفس الشيء لما تروحوا تشتروا شيء مو لازم بس تشتروا الشيء وتخرجوا أمشوا شوية في البيت مش نخرج من الغرفة على الكنبة أو نبعد من الكنبة على الكرير لا أتركنا فروحهم أثنين يعني هي عارفة مو لازم مو لازم وأقول أخرج لازم على الصرطة مو لازم بس أخرج لكي أمشي أنا ممكن أمشي بأي مكان إن شاء الله حتى نفح حوالين بيتي كم مرة وأوقف صحيح صادقة أستاذة سميرة الغاندي وفعلا نشكركم على هذه المبادرات التوعوية والتحفيزية لرياضة المشي بنفس الوقت وأكيد مشاركينا مكملين معاكم مشاركين أحبيت مشاهدي مكملين معاكم دي جي وائل وتفاصيل وأسرار الدي جي بعد الفاصل